السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض ان شاء الله اشرحه معكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. لنبدأ مع بعض ده السنة النهاردة بعنوان معناها الخوارزميات الجزئية للضرب. والشق التاني هتكلم فيه عن يعني عن الضرب في عدد واحد او في رقم واحد. تعالوا مع بعض نشوف كده درسنا. اقول حاجة هنبدأ بزا ده يكون عن طريق اللي هو عملية الضرب. زي ما شايفين معايا لما لي اعمل بحلها ازاي? تعالوا شوفوا معايا ازاي دلوقتي علشان دي اول طريقة انا حل بيها المسألة دي. اوقات يقول لي حل عن طريق اللي هو اول جزئية في عنوان الدمس اللي هو يقول لك حل عوية الضرب دي عن طريق اوقات تانية يقول لك حلها عن طريق تمام? لو هو ما قلناش يبقى انا بحل عن طريق الطريقة التانية اللي هناخدها بعد كده. الطريقة دي هي الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها طوال حياتنا. تمام? طيب يلا مع بعض نشوف كده الجزئية دي. هنا سيكستين طايمز تون. مع بعض كده هو يقول لي يعني استخدم الخاصية دي هنستخدمها ازاي? او الخوارزمية دي. يقول لك اول حاجة علشان تعمل سيكستين طايمز تون. تبدأ بايه? بتبدأ بالتينز. هتقول التينز هي عندي الوان دي موجودة فين? موجودة في التين بكم بتين? طيب هنا عندي هقول تين بكم بتويني. تمام? الخطوة اللي بعد كده باجي للوانز. الوانز سيكس. السيكس تايمز تو بكم تولف. وهنا اداني تويني هقول له تويني بلاس توالف اكوالز. اكوالز سبعا هقول له بلاس. هنا مع الزير وهنا اقول صريق الزير وهيديني تو. وتو بلاس وان اكوال سري. هيديني دي الانسر. تمام? بيشي اللي جنبها? بيقول نفس الشيء. هنا بيديني سيفنتي سيكس طايمز سري. نبدأ نعمل ايه? عندي السيفن موجودة فين? في التينز. بيكان سيفنتي. هقول له سيفنتي طايمز سري. بقول ايه? سيفنتي طايمز سري. تو هندرد تين. تمام? بيكان بتو هندرد تين. طيب هقول له بلاس. هقول سيكس طايمز سري اكوالز اتين. واعمل لهم هما اللي اتنين قدشها. تمام? شايفين معي مسألة سهلة وبسيطة ازاي? طيب نشوف كده اللي بعدها. بيقول ازا طيب برضو هنا مديني كده سيغر السؤال بيقول استخدم ايه? استخدم زي ما قلت هو دا ما يقول استخدم بستخدم زي ما تعلمناها مع بعض. دي الطريقة التانية وهي بقول هنا بعمل ايه? بحط الرقم اللي هو الكبير ده احطه يفضل ان احطه من فوق. واعمل طايم سيكس. يعني يا مثل احطيت سيكس من فوق والطايمز الرقم ده من تحت بقى خطأ. لا مش خطأ ولا حاجة. بس انا بقول لكم يفضل علشان ايه? عشان تبقى معكم مسألة سهلة وبزيطة. فانا هبدأ اول حاجة هقول عندنا كام? هعمل بالوان. يبقى اول حاجة انا بعمل طايم. تمام? لا معايا رقم ما بحطهوش هنا. بعمل بي اب او بعمل كاري اب. بطلع بي فوق. فهنا الطول في دي معايا هنا وان. اكتبه هنا. لا ما اكتبهوش. هطلع بي وان فوق. فوان طايم سيكس. بقول وان طايم سيكس. كام عندنا اكوال سيكس? هقول سيكس بلاس. الوان اللي فوق اللي انا عملت بيه كاري اب. حيدينا سيفن. فايف طايم سيكس. حيدينا سيرتي. طيب اكتب سيرتي كلها. سيرتي كلها. لان هنا خلاص. مفيش رقم تاني. انا باخد كل رقم بعمله طايمز. الرقم ده طايمز مرة مع ده. وده مع ده مرة. وده مع ده مرة. تمام? علشان كده انا بقول لكم يكتبوا الكبير فوق الاول والصغية من تحت. املأ الفراغات بالارقام المفقودة. طيب يلا ما بعد نبدأ نحيل. هو اول حاجة طبعا هنا مستخدم احنا اخذناها في اول حاجة. طبعا هنا بدأ من فين بدأ من ناحية اليسار. من عندي فين من التينز هنا بيقول دي موجودة فين في التينز بي كان بتوني. بقى التوني تايم سكس اكوالز وان هندرد تويني هو قال كام? قال توني تايمز سكس. طيب بعد كده هو بيقول اني تايم سكس اكوالز فورتي ايت. يبقى انا هقول له كده اني تايمز سكس فورتي ايت. وبعد كده هو جابيه? الانسر. طيب البعد كده اللي بعدها هنا جايب ايه? قال تو? التو دي موجودة فيفل هندرد. Про الانسرو. بالرقم ده. اللي هو واونسو ساند فور هندرد. يعني هقول له كده التو هندرد دي بالرقم ده. طيب بعد كده استخدم ايه? طبعا التي موجودة في التينز يعني بقول سيرتي طايم سيفن. هقول له اني سيرتي طايم سيفن بي كان تو هندرد تين. وبعد كده هقول ناين طايم سيفن. هقول ولو ناين. تايم ايه? سيفن. كده هنا نفس الشيء. هقول دي موجودة فين في الفايف. بعد كده دي بقى هنزلي. طيب وهنا هقوله دي كام عندي بيديني نعمل لهم عندي كده هتبقى وهنا زيرو بلاس زيرو بلاس زيرو بلاس وان وبعد كده هقول زيرو بلاس فايف عندي فايف بلاس وان هقول سكس وهنا هقول زيرو بلاس تو والوان هينزل. اسفة جدا ما كانتش واضحة تمام فهي دي الانسر. طيب اللي جنبها احنا هنحلها لوحدنا. هنشوف اللي بعد. يلا ما بعد نحل بنفس الطريقة اللي كنا بنحل بيها دلوقتي. نبدأ نعمل ايه? هقوله طبعا الرقم ده كده اول حاجة. سكستي سيفن. طايمز ايه? طايمز الايد. يلا ما بعد. انا هقوله اول حاجة دي سكس دي موجودة في التنز. يعني انا هعمل هقوله كده هقوله اني. مش دي موجودة في التنز يبقى بسكستي. بقى ايه? طايم سكستي. ايه? طايم سكستي ايكوز. هقوله كام? هنزل عندي زيرو. ايه طايم سكس ايكوز ايه? ايكوز فورتي ايت. هاخد دي مع دي. هقوله ايه طايم سيفن. يلا كده مع بعض. هقوله ايه طايم سيفن. ايكوز ايه طايم سيفن بكام? بففتي سكس. تمام? هنعمل لهم كده اديشن. هنزل كده عندي سكس. وفايف طايمز ايت ايكوز تيرتين بلاس وان وان بلاس فور ايكوز فايف. ودي الانسر. شفتم معي سهلة وبسيطة ازاي? طيب ناخد اللي تحتها. بنفس الشيء. هاخد كده الرقم اللي معي سري فور وهنا كده سري. هقوله طايمز ميم الفايف. يلا مع بعض. السري دي في الهندرد. بكام بسري هندرد طايمز فايف. هقوله كده الفايف يعني طايمز سري هندرد. بكام? هنزل عندي الزير وفايف طايم سري ايكوز ففتيم. بعد كده ده مع ده. هقوله الفايف دي. طايمز كام الفور دي هقوله كده الزير وهينزل بعد كده هاخد كده هقوله الفايف طايمز ايه? طايمز سري. هقوله كده عندي ده بلاس ده بلاس ده. هقوله كده هنا بلاست وهنا بلاست او حطها هنا مش هتفرق. هقول كده الفايف وهنا 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 وهي دي الانسر. طيب نحل واحدة كمان. هقوله كده هحط هنا ايه الرقم بتاعي? في الفوق. من فوق. تمام? هقوله طايمز ايه? الفور. يلا كده مع بعض. اول حاجة هقوله ايه? ان الفور دي طايمز كام التو موجودة في الهندرد. بكام بطو هندرد. وهقوله طايمز التو هندرد. بكام? هنزل عندي الزير. طايم الخطوة اللي بعد كده هقوله طايمز كام الاتي. هقوله طايمز الاتي موجودة في التنزل باتي. يبقى هقوله الزير وحتنزل الخطوة الاخيرة هقوله طايمز فور. طايمز فور. طايمز فور. ايكوالز سيكستين. هنزل كده عندي السكس. وهنا هقول طو بلاس وان ايكوالز سري. وات بلاس سري ايكوالز اليفن. تمام? فهي دي الانسر. تعالوا هنا بيقول. حاوزنا نحلنا عن طريق ستاندرد. ودي اسهل حاجة ان انا احل بها. المسألة بتاعتي فيها هنا زيرو. يبقى سهلة جدا. هنزل الزيرو. لان زيرو طايمز سيفن عندنا زيرو. وثري طايمز سيفن هيدينا توني وان. تمام? دي الانسر. دي كانت فيه نمازج الوزارة سنة اللي فاتت. هنعمل ايه? هقول سكس طايمز سيفن عندنا فورتي تو. احط التو. واعمل اب بالفور. طايم سيفن عندنا فورتين. بلاس فور. هيدينا اتين. هعمل اب بالوان. وان طايم سيفن. عندنا سيفن بلاس وان. هيدينا ايت. تمام? تعالوا نحل واحدة كمان. تعال حل دي. سيفن طايم سري. عندنا كم؟ هحط كده الوان واعمل اب بالتو. عندنا هقول مفوضة حطها هنا. اسفل دي نحططها هنا. سكس بلاس تو. حيدينا ايد. يبقى تعالوا نحلي كمان واحدة. تعال نحلي دي. هنا بنزل عندنا خلاص انا حلت معاكم دي. وحلت معاكم دي. وكمان حلت المسألة دي. وكمان حلت دي. تعالوا كمان ناخد كده واحدة كمان. هحلي معاكم اللي هي دي. اول حاجة هعملها طبعا هنزل الزيرو. تمام? واقول هعمل بالون يبقى حيدينا فاكده عندنا دي الانسر. تعالوا نحل دي. هقول اول حاجة. وزيرو طايمز تو اكول زيرو. وتو طايمز تو اكولز فور. يبقى ده عندنا كده ايه? الانسر. تعالوا نشوف كده اللي بعده. هقول احط الفايف واعمل اب بالتو. سري طايمز فايف اكولز ففتين. ومعايا تو يبقى ففتين بلاس تو اكول سيفنتين. هعمل اب بالون سيفن طايمز فايف. هيدينا سيرتي فايف. ومعايا ون يبقى هيدينا سيرتي سكس. تمام? هعمل حل واخر واحدة في الجزئية دي. هقول سري طايمز فور اكولز اعمل اب بالون. وان طايمز فور بلاس وان اكولز فايف. اللي عليها الدور التو. تو طايمز فور ايه. وتو طايمز فور اكولز ايت. يبقى ده عندنا كده الانسر. طيب بعدين معايا هنا في الجزئية دي الخاصة بالاستيمات. انا حبيت ان انا اشرحها هنا معكم. فهنا عندنا عاوز اعمل استيمات لي الناتج باستخدام وزي ما قلت انا في الامتحان بحلم طالما ما قليش حل بايه? اسهل حاجة ان انا احلي عن طريق المسألة دي اول حاجة عاوزنا نعمل وبعدين نجيب نجيب الناتج الفاعلين. طب انا بعمل ازاي? شايفين معايا هنا عندنا دي باخد عندنا اعلى قيمة. اللي هي عندنا قبلها ايه? قبلها سيفن. سيفن هتدي دي على طول. اما مش بيتدي. تمام? يبقى عندنا سيفن هتديها وان اه هتديها وان اه. هتبقى عندنا ايه? اما دي بنزلها زي ما هي. يبقى بقول بنزل زيرو. ده عندنا كده ايه? طب انا عاوز اجيب اجيب الناتج الفعلي. يبقى اقول ده طايمز ده. تعالوا نحطوه هنا كده عندنا. هقول سيفنتين طايم سيكس. يلا معي. سيفن طايم سيكس اكوالز فورتي تو. احط تو واعمل ابل فور. وان طايم سيكس سكس بلاس فور اكوالز تاني. يبقى عندنا كان? وان هاندرد تو. جبت له استيميت وجبت له كده اجزاك توانسر. طيب هنا عندنا هعمل برضو استيميت اللي السوري قبلها تو هتديها حاجة لأ. فعندنا السورية دي هتبقى سيرتي. يبقى هنزلز زيرو لاني زيرو. تايم سوري اكوالز ايه? اكوالز ناين. تمام. تعالوا نجيب كده اجزاكت انسر. يبقى هقول له سيرتي تو تايمز سري. تو تايم سري اكوالز ايه? اكوالز ناين. يبقى كده انا جبت له. طب هنا عايزين يجيب برضو استيميت. يبقى هقول له ايه? هنا عندنا طبعا قبلها ايه? عندنا قبلها سري. هتديها حاجة لأ. هتبقى هنزل طبعا اما هنا هجيب النتجة عندنا الحقيقي. يبقى هقول ايه? وان طايمز ايه. تمام? يبقى انا كده خلصت المسألة. طبعا انا هنا عملت ممكن تعمل ممكن تعملها مش تفرق. تمام? طيب تعالي ناخد نحل واحدة كمان. عندنا هنا اول حاجة قبلها فايف هتديها حاجة اه هتبقى يلا معي طبعا الزيروز دي هينزلوا الزيروز. طب تعالوا كده نجيب احط المسألة بتاعتنا كده واقول احط الفور واعمل طايم بالتو. فايف تايم سري ففتين بلاس تو اكوال سيفنتين اعمل سيفن طايم سري تويني وان بلاس تو هيدينا تويني تو. فدي كده عندنا الانسر. تعالوا معايا بعد كده. تعالوا معايا هنا. نبدأ كده نحل المسائل الكلامية. اتنين وعشرين راكب بيقول لك ان هما على متن اوتوبيس نهري في نفس الوقت. ايه بيقول الحد الاقصى للركاب اللي بيحملو اف ايت ميكس فايف تريبس. لو هو عمل خمس رحلات. يبقى هو عندنا في قد من الباسنجر في توينيتو. وهو هيعمل كم رحلة عندنا فايف? يبقى هاقول اكوالز تن. هعمل ابي بالون. تو تايمز فايف تن بلاس وان ايكوالز اليفن. يبقى له تمام? طيب تعالوا معايا كده في اللي بعده. هنا مكتبة فيها خمس ارفف وكل في خمس وتارتين كتاب. عاوز يعرف العدد الكلي. اللي في المكتبة. يبقى عندنا هي فيها كام? عندنا فيها فيها عندنا فايف. وكل شلف في عندنا سيرتي فايف تمام? يبقى انا هقول له ايه سوري? هقول عندنا ده تايمز ده. هقول فايف تايمز فايف اكوالز توني فايف هحط الفايف واعمل ابي بالتو. سري تايمز فايف ففتين بلاس تو اكوال سيفنتين. هقول له كام عندنا بوكس. تمام? عدو احمد بوت اشترى فور بولز اربع كرات. ايف زا برايس اف ايتش بول. لو سعر كل كرة بيقول اتي فايف. يبقى هاو ماتش ماني ديد هي باي. يبقى هو دفع عد ايه? يبقى انا هقول له كده اتي فايف تايمز فور. هقول فايف تايمز فور عندنا توني. اعمل ابي بالتو. ايت تايمز فور بسيرتي تو بلاس فور. يبقى عندنا سيرتي فور. تمام? هقول له ايه? هقول له باونز. اعتمنا من حضراتكم لو وصلتم معي لحد الجزئية دي تعملوا لايك للفيديو. وحب انوى عن حاجة قبل ما يكمل. لو احنا مش حافظين جدول الضرب. انسوا انكم تحلوا اي مسائل سواء الترمي ده او الترمي التاني او السنة جاية او اللي بعدها. لازم لازم نحفظ جدول الضرب ونتقنه مية في المية. لانه هو الاساس اللي احنا هنعتمد عليه في كل شغلنا الفترة اللي جاية والكمان السنوات القادمة ان شاء الله. تعالوا نكمل. بيقول زرار سيكس بيبل هو وان في قد ايه من الاشخاص اللي فازوا بيقول عندنا بقد ايه من الجنيهات ايتش اد ذا فير. هاو ماتش ماني ديت كما عدد اللي هما كلهم فاز بيبقى دا تايمز ده يبقى عندنا سيرتي حط زير واعمل ابي بسري حقول له احط السبن واعمل ابي طيب اللي بعده برضو نفس فكرة بيقول ان بيقول في خمسة شاركوا في يعني معرض كل واحد منهم فاز بعد ايه كان بيقول مقدار الفلوس اللي هما افازوا بيها فانا هقول له عندنا اللي هي وان هندرد فيفتي دي يبقى زيرو ده تايمز فايف بزيرو وفايف تايمز فايف بتويني فايف وحط الفايف اعمل ابي بتو وان تايمز فايف فايف بلس تو حيدينا سبن يبقى سبن هندرد بيقول عندنا باوند 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 اوكي اللي بعده بيقول اف اماس لو فيه كتلة بيقول لك قد ايه من الكيلو جرامات بتاعت السندوق ذن فايند اماس وبعدين بيقول لك اوجد الكتلة بتاعت فايم بوكس لي خمس سنديق السنديق يبقى وان هندرد تويني فور تايمز فايف تمام يبقى يبقى اعمل اب هحط الزير وعمل اب بالتو هعمل اب بالتو هعمل اب بالان وان تايمز فايف بلاس وان اكوال سكس يبقى سكس هندرد تويني هقول له كيلو جرام افاكترو يبيقول هنا مصنع بريديوست انتك اد ايه من الالعاب في كل شهر يبقى يبقى برضو هقول له ده تايمز ده تمام تايم سري سكس تايم سري اكوالز اتين اعمل اب بالان فايف تايم سري ففتين بلاس وان اكوال سكستين هعمل اب بالان تو تايم سري سكس بلاس وان تايم سري اكوالز توالف هقول له قد ايه من من الالعاب تعال نشوف كده اللي بعده عاوزنا نجد المفقود هنا بيقول ايه كام حيدينا فور ما فيش حقه طبعا غير ممكن دي تكون عندنا تواني فور تمام يبقى دي عندنا تواني فور يبقى سري طايمز هقول له ايت بتواني فور احط اب اعمل اب بالتول لان دي قلنا تواني فور يبقى هعمل حط الفور واعمل اب بالتول فاقول تو تايم زيت سكستين سكستين بلاس تو هيدين اتين واعمل اب بالون سكس تايم زيت عندنا فور تي ايت بلاس وان هيدين دي لنا فور تي نين يبقى انت لهمش اغالق صح تعا شوف اللي بعده بعد اسئلة فهنا اول حاجه هقول ايه وتايم سري ايكوال سري وتايم سري ايكوال سكس يبقى عندنا سكستي سري طيب هنا هقول وان تايم فور ايكوال زفور وتو يبقى هيدينا كام احنا عارفين هحط كده واعمل هنا اقول طبعا انا بحط هنا الزيرو وانا بقول هعمل كده هقول زيرو هلزل اللي لقيت وحط سيفن وحط فهي دي الانسر طيب عندنا اللي بعدها احط زيرو واعمل اب بالسري احط اعمل اب بالتو طو طايم سيكس تولف طويل بلاس تو اكولز فورتين يبقى هاختار اقول طايم سري اكول سيكس وناين طايم سري اكولز تويني سيفن هعمل اب هقول وان طايم سري اكولز سري سري بلاس تو اكولز فايف فين عندي اقرب حاجة طبعا هنا الفايف قدامة سيفن سيفن ريتش هتديها هوا هتبقى كام تمام? طيب هنا ايه النتج اللي هنا هيكون مش صحيح? نبدأ كده نشوف مع بعض. هاعمل هاعمل عندي هاعمل عندي يبقى طبعا الاجابة دي صحيحة. طيب هنا احطي واعمل بالتو. هاقوى كمان دي صحيحة. هنا هحط هنا وهعمل تمام? هقول طبعا الاجابة دي ايه? هي دي الاجابة يعني بيقول ايه اللي انا بستخدمها علشان هحل المسألة دي. اول حاجة هقول وبعد كده هقول برضو طايم سيكس. يبقى انا هختار عندنا ايه? سي. طيب هنا بيقول المسألة دي مهمة جدا جدا. تمام? بيقول يعني بيقول ايه خانة تمام? لاناتك ده بدون ما تحلها. عاوز خانة يعني اول رقم في ضرب المسألة دي كام? يعني هم قول سري طايم سيكس هايدنا كام اتين. يبقى اول رقم اللي هو في الوان ديجيتز كام اللي هو الايد. دي هو هاختار ايد. تمام? بعد. ابدأ مع بعض بتكلم عن ضربة عندنا عددين في تمام? يعني في مضاعفة التن. بيقول مسألة زي دي احنا بنحلها ازاي? طبعا هو بديني ويز بديني هنا طرق احنا نحل بيها. اول حاجة عندي ازا كل اللي بعمله بقول له عندي كام زيرو في المسألة عندي وحط كده عندي اللي معي بقول تمام? كده المسألة بتاعتي خلصت. شايفين سهولة. كمان هنا محلول نفس الطريقة بنزل عندي زيروز واقول هناخد عندي ضرب ايه? ضرب رقمين في ايه? في طيب يلا مع بعض. مسلا هنا عندي بيقول نبدأ ازاي نحلها? فكليل لما اخدنا الدرس السابق اخدنا في نفس الشيء هنا هنحل المسألة دي بايه? طيب بنعمل ايه? بنرسم طبعا بتاعي. طيب بحط ايه? بحط عندي في وحط طيب وهنا بعمل ايه? النمبر بتاعي ده ببدأ ان انا افكه. دي موجودة في التاني بكام بتويني. والفايف موجودة في الوانز بكام بفايف. تمام? مرة هقول والمرة التانية هقول زي ما كنا بنعمل بالضبط في الفيديو السابق. هقول بنزل عندي هنا طبعا بينزل هقول خطوة اللي بعد كده ببدأ اعمل بقول ده بلاس ده. النمبر ده بلاس النمبر ده. هيديني الانسر. تعالوا معي نحل كده فهنا جاي بتويني طايم سيفنتي. هعمل ايه? عندنا ده زيرو وادي زيرو اتو زيري حنزلهم. هنا عندنا زيرو وزيرو حنزلهم. نفس الشي. حنزل زيرو زوفور طايمز فور واحد سيكستين. حنزل زيروز وفايف طايمز ايت ايكوالز فورتي. حنزل زيروز وسبن تايمز سيفن اكوالز فورتين اين. هنزل الزيروز وايد تايمز ايد عندنا بكام بي سيكستي فور. تمام? في معايا ده ستهل جدا. تمام? زي ما قلت نزل الزيروز ونبدأ نعمل لهم مع بعض. تعالوا معايا بعد كده نحل السؤال اللي بعده. الفيديو عليكم. طيب هنا بعد كده بيقول جاي بيقول وبيقول وده اللي عاوزنا نعمل زي بنعمل كده الاية بتاعتنا او بنعمل يعني تمام? طبعا هنا المكان صغير كل بعمله. طبعا هنا بيقول يبقى انا بحط ايه? هنا. والسيكستي تو ببدأ ان انا هقسمها. تمام? هحط هنا ايه? السيكس موجودة في تينز بيكون سيكستي. والتو موجودة في بحط كده. تمام? الخطوة اللي بعد كده بيعمل ده تايمز ده. يبقى بنزل الزيروز واقول سيكس يبقى هنا عندي وهنا هعمل لهم هما الاتنين ايه? هعمل لهم كده قدشن لهم هما الاتنين. هقول زيرو بلاس زيرو انا هكتب هنا الانسر. تمام? هنا هقول ايه? بلاس زيرو اكوالز ايت. وعندي الفور هتنزل. والتو هتنزل. فهي دي ايه? الانسر بتاعتي. تمام? طيب ناخد واحدة كمان. هحل مسلا عندي دي. عشان بس المكان. هبدأ كده اعمل ايه? بتاعي. هقسمه الى هحط هنا ايه? هحط والنبر بتاعت ده هقسمه. طبعا دي في تينز بففتي. ودي في الونز بفور. ده تايمز ده. هنزل الزيروز. فايف تايم سري اكوالز ففتين. هنا عندي هنزل الزيرو. وفايف تايم سري اكوالز تولف. هعمل لهم كده قدشن. تمام? هنا هو سيبلي مكان هنا للحل. هقول هنا زيرو بلاس زيرو زيرو. وهنا زيرو بلاس تو عندي تو. وفايف بلاس وان اكوال سيكس. والوان هتنزل. هي دي الانسر. طبعا بحط ايه? القما هنا. ناخد واحدة كمان. نبدأ كده نرسم هنا عندي بتاعنا. وحط هنا ايه? هحط هنا التويني. وقسم عندي الفورتي فور. هقسمها الى فورتي. طبعا الفور دي موجودة في التينز فورتي. والفور موجودة في الوانز فور. هعمل هنا اقول فورتي طايمز تويني هنزل الزيروز. وفور طايمز تو اكوالز ايد. وهنا نفس الشيء هنزل الزيرو وفور طايمز تو اكوالز ايد. هعمل لهم هما الاتنين. هقول الزيرو هينزل وايد بلاس زيرو ايد وبلايت هتنزل. يبقى دي الانسر. سائل سهل وبسيطة. طيب نشوف بعد كده الجزء اللي بعده. طيب هنا بيقول يعني حل هنا جايب يعني الطريقة مفتوحة ما فيش طريقة معينة انا احل بيها. يبقى كلنا هعمله هنزل الزيرو. وهقول ده طايمز الوان بكام بنفس النابل بتاعي. تمام? طيب هنا هعمل ايه اللي بالطرق اللي انا شرحتها? احل ما فيش مشكلة مش عاوزة. شوفوا معينة الطريقة دي. هنا في زيرو اه في زيرو امس. بنزل الزيرو. تمام? دي الخطوة الاولى. الخطوة التانية بقول سكس طايمز تو بكام بتولف. هعمل اب بالوان. هقول سكس طايمز تو. السكس اللي هي التانية دي. سكس طايمز تو بكام بتولف. تولف بلاس الوان بكام بثيرتين. هيا دي الانس. ناخد واحدة كمان. هنا عندي فيه زيرو احط الزيرو. هقول 8x3. 8x3 equals 24. بحط الفور واعمل اب بالتو. هقول 7x3. 21. 21 بلاس تو. هقول 23. وهي دي كمان الانس. ناس انا دي كانت موجودة في نمازج الوزارة. حاجة هنا هنزل الزيرو. وهاقول 21x2. هتدينا 42. يبقى لاتك في النهاية هتدينا 420. يعني تاجر اشترى 20 صندوق بيقول من المشروبات كل واحد باربعين جنيه كم من النقود هو دفع يبقى خلاص مسألتنا سهلة ومعروفة يبقى هنستخدم عندي هقول تمام هقول دفع كام دفع عندي تمام بجموعة من الناس من تمام وتلاتين شخص عاوزين يسفروا بالاوتوبيس بيقول التغزقرة بتاعته بتكلف كام عندي يقول هنا هم محتاجين يدفعوا قد ايه يبقى انا هقوله ده يبقى هقوله كده قولنا هننزل الزيرو وهعمل عندي هقول ايه هحط الفور واعمل ابي بتو سري تايم سري اكوالز ناين بلاس بيبقى محتاجين كام عندي هقوله تمام هنا عندي في اين دي اس اوكي طيب اللي بعده عايا نحل سؤال ده بيقول قد ايه عندنا متجر بيقول طلب قد ايه من السنة دي لي كتب جديدة كان فيه سيتي بوكس ان اتش بوكس كل صندوق كان فيه بيقول لك تلاتين كتاب كما عدد النسخ اللي من الكتب اللي هما استلموها يلا معايا فيه زيرو هينزل وعندنا هقول يبقى يبقى عندنا سري هاندرد سيكستي هقول بوكس تعالوا معايا نحل اسئلة شوز هنا طبعا اول حاجة هنزل الزيروز وهقول سكس طايم سيفن عندنا كام فورتي تو يبقى انا هختار بي طب هنا هنزل برضو الزيروز وهقول يبقى هختار طيب هنا هنزل الزيرو وهقول ناين طايم سري اكوالز توني سيفن حط سيفن اعمل ابي بتو وان طايم سري سري بلاس تو اكوالز فايف يبقى عندنا هختار دي طيب هنا عندنا شايفين ده بيقول ايه لحظتم معايا في زيرو هنا حطه هنا ولكن هنا لسه في زيرو يبقى حطه هنا وعندنا هقول كام بيدينا طبعا عندنا يبقى انا هختار ده بيمثل لنا ايه تعالوا نشوف هنا عندنا كلها كام يبقى هقول له دي بتمثل لي اللي هي عندنا اللي هي اول واحدة بيقول هنا القيمة المفقودة كام هو طبعا عمل ده يبقى انا هعمل ده يبقى انا سيفن طايمز تويني. هنزل طبعا الزير. يبقى هقول له سيفن طايمز تويني اكوالز فورتين. يبقى انا هختار دي. لاني مينا جري. بيقول جري قد ايه? اتناشر ساعة كل اسبوع. مرات عدد ساعات الجري اللي هو جراها. في عشر اسابيع يبقى انا هقول له طايمز تين. هنزل طبعا الزيرو طايمز وان ايكوالز تولف. يبقى طيب مونة ميد عمد ايه من بيقول يعني في الاسورة دي فيها تلاتاشر خرزة. في كل خرزة. في يبقى كما عدد الخرزات في العشر اساور. يبقى انا هقول له سيرتين طايمز تين. يبقى هنزل الزيرو. وسيرتين طايمز وان ايكوال سيرتين. يبقى وان هوندرد سيرتي. تمام? وكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. سينكس فرواتشنج. باي باي.